حققت القوات الحكومية تقدما جديدا في جبهة حرض بمحافظة حجة كما تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية جديدة في مدرية برط بمحافظة الجوف مصدر العسكري أكد أن وحدات من الجيش نفذت عملية عسكرية ناجحة تمكنت خلالها من تحرير السرداح والمجروب والمعاين وجبل الدراع وإزاء واسع من جبل النار الاستراتيجي في مدرية حرض بمحافظة حجة أضاف المصدر أن المعارك المتواصلة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية وأن المعارك لا تزال مستمرة واسطة هيارات واسعة في صفوف الميليشيات المتبقية في الجبال المحيطة بمدينة حرم وفي السياق ذاته أعلن قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف أن القوات الحكومية تمكنت من تطهير سلسلة جبال عاقبة برامل استراتيجية في مدرية برط بعد معارك عنيفة مع الميليشيات وأن القوات تواصلوا التقدم لاستكمال تحرير جبل القاهرة الاستراتيجي وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات مؤكدا أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة وأن ما لا يقل عن خمس عشرة جثة تابعة للميليشيات لا تزال متناثرة في سلسلة الجبال المحررة وأنه تم استعادة مجموعة من الأسلحة التقيلة والمتوسطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر